السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد في القناة كانت من يلقاكم باخر و الاخير اليوم وصفتنا سوف تكون عبارة على ميلفوي اللي تجي ناجحها مئة بالمئة سوف نحضر معكم واحد العجين اللي يجي هش و يجي مقرمش في نفس الوقت اللبات فيتاية ميلفوي طريقة التحضار ديالها و سوف نوريكم طريقة تحضار ديال كريم باتيسيا اللي تجي اقتصادية و زوينها بساف فنخليكم مع الفيديو باشتعرفوا لطريقة التحضار مع المكونات ولكنتو اول مرة قد تزوروا القناة بعد نسوش انكم اشتركوا فيها و نخليكم مع الفيديو فغدين نبدو اولا بتحضار العجين المورق اللي غدين نحتاجوا له 500 جرام ديال الدقيق الابياد يكون خاص بالحلويات انا كنا نستعمل هاد النوع هاد الامجاليطة فهو زوين بساف يعني كي يستعمل في الحلويات كي يجي زوين بساف و ممكن تستعمل كذلك اي نوع عندكم فقط يكون خاص بالحلويات غدين نحتاجو كذلك نصف كأس ديال العنباء من زيت المائدة و كأس ديال الماء نفس القياس ديال الكأس اللي استعملنا او اللي عبرنا بالزيت غدين نحتاجو ايضا الجوج مع القديل الملحة يكونوا صغار او المعلقة كبيرة هاد اللي جينة هادي كتجي مالحة شوية باش كي يجيزك تتوازن في الماداق لان الكريم حلوة و الفندن كذلك اللي غدين يزينوا بين الفوق كي يكون حلو فالعجين خصو يجينا مالح باش كي يكون كي ما قلت لكم محتوى بزون في الماداقات و كنحتاجو كذلك الملعقة صغيرة من الخل اللي كي يهشش لنا شوية هاد العجين هادا هادا العجين هادا سفي كي ماشتو معي هنا وضعت الدقيق بطبيعة الحل الدقيق كي يكون مغربل و ضفط ليه الملحة و كذلك مالقة جل الخل و زيت المائدة نحن نخلطوها كمزيان برؤس الأصابيع فقط نحصلو الى واحد العجين اللي يكون مرمل اي كلها بجال تقايق تسكن من البسامزيان بالزيت سوف نضيفو الماء تدريجيا بالنسبة للماء فالماء العادي جل الروبيني يعني بارد سنضيفوه تدريجيا و احنا سنجمعوه فقط غير كنجموكة بالأصابيع و احنا كنضيفو الماء تدريجيا ايضا كما اشتو معايا بها الطريقة سوف نحصلو الى واحد العجين لها الشكل بالنسبة للماء فانا فقط نقصت معلقة كبيرة من الكأس اللي وردتكم في الأول و كتبقى على حسب نوعية الدقيقة دائما تقدروا استعملو الكأس كامل ايضا هنا بالنسبة للتوراق فقد نحتاج ل300 جرام زبدة للتوراق كما اشتو هنا مكتوبة خاص بالتوراق او لبتوراق سوف تحتاجوا منها 300 جرام بالنسبة للتوراق ولا دبلتون مقادر فكما تدبلوا كذلك الكيمية و كما اشتو معايا نوعية الزبدة اللي استعملت فهي أطلس ممكن استعملوا اي نوعية الزبدة فقط كما اشتو خاصة بالتوراق يعني ماشي الزبدة سوف تنبقى هكا تنصرحوا الهجينة و احنا كنرشو الدقيقة شوية ما غنصرحوهاش بزا فقط غير الحجم اللي غادي يكفي لنا باش اننا ندخل فسط من الزبدة كي ماشيوا معايا ف الزبدة درتها في ورق غدائي باش كي سهل معايا انني نوضعها في الوسط ديال العجين بعد الشكل هادا سوف نوضعها في الوسط ديال العجين بعد ما سرحتوه و غنبدأ كنطوي الاطراف حتى كتغطى لديك الزبدة مزيان حاولوها كشوية جبدو العجين باش كتغطيوها جيدا و سوف نبدأ كنرش شوية ديالتقيق و انا كنصرح هاد العجينة هادي فبنسبة عدد الزوراق او العدد المرات اللي غدين نورقو فيها ديال الجينة هي استجل المرات غدين تشوفوا معايا المراحل بالضبط اذا هادي هي التوريقة الاولى غدين نصرحوها كشوية بالمدلك يكون سومك ديالها متوسط و كان طويوها كمن الاطراف بجوج سوف نعودو تاني مرة اخرى اذا هادي هي الدورة الاولى او التوريقة الاولى و من بعد غدين نكملو استجل الدورات هنا تنصرحوها بالمدلك و احنا كنرشو دقيق باش ما كيتلسسق شينا العجين مع سطح العامل و تأكدو كذلك من تبغيوها كالطوو العجينة ديالكم انها ما كجيش متنية من الواسط باش ديك البلاصة ما تجيناش غليطة و كجي حتياموا و بالنسبة كذلك للتوريقة ديال اللي جينا حاولوا انكم تدلقوها في الاتجاه اللي كيكون فيه طيات بينين ماشي يكون ماشي الاتجاه منك يكون مسدود تكون لاجينة مسدودة كنورقوها ولا كندلقوها من الاتجاه اللي جينا اللي يكون محلول كنتمنى الفكرة تكون وصلتكم صافي و هكتا نكملو حتى كنوصلوا لمرحلة او للدورة السادسة و صافيتا نغطيوها بواحد البلاستيك غيدائي و غدي نخليوها في التلاجة حتى كترتاح الوقت بينما غدي نوجدو الكريم باتيسير اللي غدي نحشو به هاد هاد الميلفوي هاجي و اللي غدي نحتاجو لها جدال البيضات يكون متوسطين نحتاجو كدالك واحد نصف كأس سكر سنيدة او لمية كرام من بيت نعطيكم العبار بالمعالق باش اللي ما عندوش هكالميزان يستعمل المعالق صافي هنا غدي نحتاجو كدالك واحد كأس الا ربع من بودرة الكريم باتيسير و عندي نصف لتر تلال الحليب الحليب العادي يكون بارد و جوج اكياس من الفانيلا او سكر الفانيلا فاندوزل طريقة غدي نوضعو هنا الحليب ديالنا في واحد الكاسرونة غدي نوضعو على النار و غدي نمرو باش نكملو باقي المكونات هنا في واحد اللي انا غدي نوضعو جوج دال البيضات و غدي نضيفو لهم باقي المقادر غدي نضيفو السكر سنيدة هناك مجتمعية واحد جوج ثلاثة اربعة خمسات المعالق و نصف دال سكر سنيدة اللي هي مية جرام و غدي نضيفو كدالك البودرة الكريم باتيسير لدينا واحد جوج ثلاثة اربعة و المعلقة الخمسة اي خمس ملايق يكونوا مملوئين من بودرة جال الكريم باتيسير و غدي نضيفوه اخر حاجة سكر الفانيلا جوج دال اكيس ثم هنا غدي نبدأ كننحرك مزيان اولا كنطربو هاد المقادر جيدا حتى كنحسو بديك سنيدة دابت مع البيض و كذلك البودرة جال الكريم باتيسير تخلطت لنا مزيان و هنا من بعد ما كنخليو الحليب حتى كيسخن غاج نضيفو منو واحد شوية الخالط باش هادا كل البود كياخد لنا درجة الحرارة جال الحليب و كنبقاو كدالي كنحركو مرة اخرى و من بعد غاجنا نعودو نردو هاد الخالط هادا على النار بيد ما كيكون الحليب فاد اه يعني كيكون سخن مزيان و قرر بيفاد صافي كننضيفو لي هاد الخالط هادا و كنبقاو مستمرين في التحريك بطبيعة الحال بخلات ياداوي باش مكيلتا ساقش لنا فالكاسرونة و مكيبقوشنا هادو كل حبيبات باينين و النار كداليك سكون نار مهيلة صافي بهالطريقة هادية سنبقاو تنحركو جيدا حتى كنحصلو على واحد الكريمة تتكون عاقدة كيما كتلاحظو معي في الصورة و من بعد غادي نضيفو ليها القطع ديال الزبدة تقريبا عندي هنا واحدة اربعين جرام ديال الزبدة اي مقدار ديال واحدة جمعة يكونو كبار باش غادي نحصل على واحد الكريم كريم موسلين يعني الكريم باتي سياغ إلا ضفنا لها الزبدة فكتعطينا كريم موسلين صافي هنا سنبقاو تنحركو مزيان حتى كتدوب لنا هادية الزبدة مع السخونية ديال الكريمة ثم من بعد غادي نفرغو الكريمة ديالنا في واحد الايناء ثم غادي نغطيوها بورق غدايا ولا في المعلي منطق و غادي نخليوها في تلاجو حتى كتبرد تماما ثم غادي نمرو باش نكملو باقي المراحل غادي نحضروا لباتي سيالنا غادي نحاول هاكن نطلقها شوية بالمدلك و هنقسمها على جوج لانا كل لوحدة غادي نستعمل فيها كريمة مختلفة على الاخرى هادي غادي نستعمل فيها الكريمة الباتي سيالنا والاخرى غادي نستعملها بالشوكولات فهادي الفيديو هادا غادي نشوفه فقط غير بالكريمة ديال الفاني اي الكريمة العادية اللي احدر سمعكم و في الفيديو جاي ان شاء الله غادي نوريكم طريقة تحدر ديال ميلفاي بالشوكولات او الميلفاي بالشوكولات اللي يحتاجيك جيزوينة بساف صافي هنا كماشتوا معايا فالنصف الاول سرحتو هكا بالمدلك حتى كان نحصل على هاد السمك هادا كي يكون السمك رقيق شيئا ما و غادي نوضعوها هكا في واحد الورق الغدائي او الورق الزبدة ثم غادي ننتقبو هكا اللي جينا مزيان اما نستعملو هاد الادات العادية اللي تلاحظو معايا في الصورة او اللي ممكن تستعملو فقط غير فورشات العادية و تتقبوها مزيان باش ما كانت ننفخش بزاف إلا دخلنا هالفران صافي هنا كنا نوضعو الهيجينة ديالنا في هاد اللطة المهمة لحسب اللطة اللي عندكم كتحاول انكم تصرحو الهيجينة ديالكم و كنحاول نحيدادو كل جوانب صافي دابا غادي ندخل هالفران على درجة حرارة 190 مدة ديال 30 دقيقة و غادي نمرو باش غادي ننكملو الباقي المراحل ديال هاد الوصفة هادي فبينما كتبو لنا العجينة غادي نمرو باش غادي نتربو الكريمة بعد ما كتكون بردات كنتربوها هاكا مزيان باش كتتطلق و ما كتبقاش هاكا كيني قاصحة بزاف و كتسعطينا كذلك الكريم موسلين صافي بها الطريقة كي ملاحطوا معايا فقط انا غير سرعت الفيديو فكنتربوها تقريبا واحد العشرة ديال دقايق مزيان إلا لديكم هاكا الخلاط الكهربائي فاستعملوا فقط الخلاط اليدوي المهم انكم تربوها تقريبا لعشرة ديال دقايق سوف نوضعها في حد جايب الحلواني سوف نحاولها مزيان باش نا ما يبقاش لي هاكا شيطان في الجنب سوف نوضع الكريمة جالنا جانبا و هنا بعد ما طابت لنا العجينة سوف تجيع لها ديال شكل هادا خليها حتى تتحمر مزيان كتاخد هادا اللون الذهبي ما تخليها حتى تتحمر بزاف باش ما تحرقش فقد غيرها هادا اللون الذهبي هاكا و كتخرجوها كتخلي واحدة كتبرد و من بعد كتقطعوا لي هالجوانيب هاكا باشي منشار اولا شي مو ساكي يكون ماضي كما اشتو معايا كيفاش كتجي العجينة كتجي زوينة بزاف بالزبدة كتشيشها و كتجي هاكا مورقة مزيان صافيو الان غادي نمرو باش غادي نقطعو اللي جينا على ثلاثة ديال القطع حولوها كتعبرو بشي مستارة باش كي يجيكم العبار مقد مزيان و هكا تنقوة نقطعو و كتقطع معنا بكل سهولة كي ما اشتو معايا صافي غادي نقسمها على ثلاثة ديال القطع اللي تكون متساوية و هنه غادي نمرو باش غادي نعمروها اه الا ما بغتوش هكا تستعملو هاد الجيب الحلواني فكتتعمروها مباشرة بميالقاك و تتسرحوها مزيان هاد فقط كي ساعد باش ان الطبقات يجيوا متساوين في الحجم اه يعني فقط هادا هو الدور ديالو صافي هناك مجتمعية تنعمرها بالكريمة وتنعود نوضع القطع التانية و كذلك مر اخرى سنعمروها بالكريم باتيسيير فبالنسبة الكريم باتيسيير اللي عمرت بها هذا الجيب الحلواني فقط انا استعملت غادي نصف الكيمية و الكيمية الاخرى كما كتليكم غادي نعود نستعملها في الميل في ديال الشوكولات اللي غادي ان شاء الله نحضرها معاكم في الفيديو المقبل وهنا سنحاول انا ننقدل جواني بمزيان باش كي يجو حتى هما عمرين بالكريمة و كيجيني الشكل ديالها مقدم زيان ثم غادي نخلي واحدة كتبرد ثم غادي نمرو باش نحضرو الفوندون اللي غادي نزينو بيه الفوق ديال الميل في ديالنا هنا غادي نحتاجو لهاد الفوندون هذا اللي كيتباع جاهز فكيدير 15 الدرهم يعني كيلو من هاد الفوندون هذا كيدير 15 الدرهم تمالي هو مناسب إلا ما مغيتوش تستعملوه فممكن أنكم تحضرو الفوندون ديالكم بسكار غلاسي مع البيض أو لبيض ديال البيض أو لاتزيدو السكار غلاسي يعني واحد القطرات ديال الحامان صافي حتى كتحصلو الى الفوندون يكون يعني في الشكل أو لف القوام المناسب إذن هنا استعملت واحد لسات المعالق من هاد الفوندون هذا وضفتليهم علقة كبيرة ديال المو درتهم على نار اللي كتكون مهيلة صافي حتى كيدوبوا ومن بعد كنفرغوهم على الوجه ديال الميل في ديالنا صافي وكنسرحو معاكا بهاد سباتيول هادي باش كيجوني كيجيني الشكل مقدم زيان بالنسبة لواحد النقطة اللي مهمة حاولوا أنكم بسرعة تديروا الشوكولات هكا من الفوق ومن بعد كنفروا هادوك الخطوط كيجي الشكل أحسن فقط كيما قلت لكم غير رحيت الجو بارد كشي باش جوني هاد الخطوط ما مقعدينش لكن ماشي مشكل صافي كيما اشتو معي هنا كنقدمو الملفة ديالنا بصحة وراحة كتجي زوينا بساف حضروه في البيوت ديالكم فكتجيب حل ديال المخابيز داماما وبمقادر اللي بسيطة كنتمنى الفيديو دياليومي لكوننا الإعجاب ديالكم وإلى كانوا شي تساؤلات ما تنسفل أنكم تخليوهم لي أسفل الفيديو في التعاليق وتنتمنى الوصفة تكوننات الإعجاب ديالكم وإلى وصفة قديمة إن شاء الله ومع سلامه ترجمة نانسي قنقر